بعد أن وضع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حجر أساسها اكتملت محطة الريش الكهربائية غرب الأنبار ضمن مشروع الربط الكهربائي مع الأردن الذي بدأه عام 2022 بغية تنويع مصادر الكهربائي في العراق أوجد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حل الربط الشبكي مع دول الخليج والأردن ومصر وتركيا وبدأ العراقيون اليوم يقضفون ثماره بعد تدشين خط الريشة ضمن الربط الكهربائي مع الأردن جهود كبيرة في زمن دولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي الرئيس وزراء الأسبق بنصب محطة الكهربائي على خطة الريشة على الخطة السريع وهي من كبرى محطات التغذية الكهربائية في العراق وبالأخص مدينة الرمادي محافظة الأنبار هذا الربط كان عالمي مرتبط بسوريا والأردن ومصر ودول الخليج حتى تركيا من أجل الإسراع في تغذية قطاع الكهرباء في جميع مدن العراق ويرى مراقبون أن مشروع محطة الريشة الذي يربط العراق مع الأردن بشبكة كهربائية متكاملة مشروع ستراتيجي مهم قد يسهم بإنقاذ البلد من أكثر المشاكل تعقيدا هذا المشروع هو أحد المشاريع اللي شبه استراتيجية في المنطقة الغربية وسمى في محافظة الأنبار هي محطة كهرباء البوريشة وضع حجر الأساس وبدأ بشروع هذا المشروع هو في عهد السيد الكاظمي مع فتح بروتوكولات وعلاقات مع دول الجوار هي كانت جولة مكوكية آنذاك للسيد الكاظمي ما بين الخليج والأردن بل وحتى مصر وعقد اتفاقيات قوية في هذا الجانب لتصدير الطاقة للعراق خبراء الطاقة أكدوا أن الجهود الكبيرة التي بدلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لإنجاز هذا المشروع الستراتيجي أسست لمرحلة جديدة في التعاون مع الدول الإقليمية في مجال الطاقة لواني نيوز سعد الحاج الأنبار